النهاردة بنتكلم عن تسريبات مسلسل استيلتو وتعال نشوف الحلقة دي هيحصل فيها ايه وشفنا ان فالك خلاص حطت جويل في دماغها قررت الانتقام منها على طريقتها وده لان جويل كانت عارفة بالعلاقة اللي بين كريم وقلمة من فترة طويلة جدا وما ردتش دينها تقول لها علشان كده قررت ان هي تنتقل وبدأت طبعا بطارق وشفنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت لما حكيت وقلت ان فالك اتكلمت في التليفون علشان موضوع ارض وساعتها كان جويل في المطبخ وسمع طارق ولقى ان العرض ده مغري جدا وكتب الرقم علشان يبدأ يتواصل مع الناس دول في موضوع استثمار الاراضي تبع الشركة بتاعة ابو جويل اللي هو فيها وما نشوف بعد كده ان طارق بيتكلم مع الموظف وبيقول ان احنا لازم نخلص في الموضوع ده ولازم تكون مفاجأة قوية كمان لابو جويل وانه حايفرح جدا بيا طبعا الموظف ده كان مش عايز يعمل الحاجة دي غير بعد الازم لكن اثار طارق ان هو يعمل كده وان هو يفاجأ فعلا بحاجة زي كده ولما طلب توقيع قال ان هو معاه وكالا ان هو يوقع وبيروح فعلا وبيخلص موضوع الارض اللي يدوب بس شاف صورها يعني ما شافاش على الطبيعة ولا حاجة فترة بسيطة جدا وبييجي الاب وبيتخالق مع طارق وبيقوله انت ايه اللي خليك تعمل حاجة زي كده الارض دي اللي انت المفروض كنت سألت كويس عن الارض انت مالك اصلا بالاستثمار وبالاراضي انت تفهم ايه في حاجة زي كده وردتنا ووردت الشركة علينا عقوبات كبيرة جدا لان الارض اللي سيطتك يا دوب بس شفت صورتها وروح تجاري اشتريتها الارض دي مخالفة قانونا ولازم ندفع عقوبات وغرامة جامدة جدا عجبك اللي عملته ده انت ايه اللي دخلك في الموضوع وبيتم طارد طارق من الشغل بعد عصبية ابو جويل عليه وبيروح على البيت وساعتها جويل كانت مستنيا وبتقول لكم انت فين كل ده قال لها ان هو مش عايز يتكلم خالص عصبي جدا ومش عايز يتكلم قالت لأ حنتكلم بتخلي اميد يروح على القوضة علشان ينام علشان تبدأ تتكلم معاه وتقول له ايه اللي بابا قاله ده على موضوع الارض وكلام ده ايه اللي دخلك في الموضوع يعني انا مفهمتش قوي عايزة اسمع منك قال لها مش عايزة تكلم في الموضوع ده ولا عايزة تكلم خالص قالت لأ حنتكلم ايه اللي انت عملته ارض ايه ده اللي تشوف صرتها وتجري عشان خاطر تشتريها خربت بيت الشركة ايه اللي انت عملته ده قال لها خلاص مش عايزة تكلم قلتلك قالت له لا لازم تتكلم انت اصلا مش فالح في حاجة خالص ولازم تروح حالا وتعتذر لبابا علشان يرضى يرجعك الشغل تاني وقال له احنا هنعمل ايه مش هلاقي نصرف رده وقال خلاص حاضر تمام هروح اعتذر له عشان يرجعني الشغل انا هاسمع كلامك صح المفروض ان انا ابقى دومية في ايديكي وتلعب بيه زي ما انت عايزة اسمع كلام جويل هاني طبعا حتدفع عن ابوكي مالياني حتدفع عن جوزك نفسي في مرة تدفع عني وتحسسني فعلا بامتي قالت له امتك ايه هي فين امتك دي انا مش شايفة اي حاجة غير بس بتعمل مشاكل كانت عصبية جدا وهو كان عصبي اكتر اتخنقوا وزوتهم كان عالي جدا واتهمته ان زوج فاشل وطبعا بيقول ان انت زالتيني جدا كتير جدا وجفاة كده وامير بيستيقظ من النوم وبيشوفهم هما بيتخنقوا وساعتها بيقولوا مفيش حاجة ادخل كامل نوم لكن المفاجأة ان طارق قرر يسيب البيت خالص لجويل بس قبل ما يمشي فجر حاجة وقال لها ان اللي حصل ده نتيجة كلام صاحبتك هي اللي نصحتني وانا خدت نصيحة منها وساعتها عرفت وفهمت انتقام فلك وقررت انها تتصرف خاصة بعد ما طارق ساب لها البيت وطبعا احنا كلنا عارفين نقطة ضعف جويل طارق لما يسيب البيت بتتجنن فضلت تتحيل علي ان هو يقعد وما سمعش الكلام ابدا وخرج وهو عصب جويل فهمت خطة فلك وقررت انها تتصرف ومن لايه بعد كده ألمة ألمة كانت قاعدة في بيتها ومبسوطة طبعا جدا اكتبعت لها سوزي رسالة بتهنيها بالبيت الجديد وبتقول لها انا متحمسة جدا للحفلة من لايه بعد كده جويل خارجة من البيت في منطهة العصبية بتروح على طول على بيت ألمة بتقول لها فيه ايه قررت لها بصي انا وانتي وقعنا خلاص احنا في خطر كبير جدا على حياتنا يا بنتي قررت لها خطر فيه ايه بس ايه دي قررت لها ايه وقعنا في خطر وخاصة انتي كمان عقبتني عقبتني علشان خطر كنت تعرف العلاقة اللي بينك وبين كريم تصوري قررت لها اصدق على فلك قررت لها وفيه غيرها تصوري طريق ساب البيت من تحت راسها يعني دبارت فخ وقعت طريق فيه وفي الاخر عمل مشكلة كبيرة جدا وساب البيت دي مش ممكن تكون انسانة فعلا لازم نحافظ على نفسنا منها ومن لايه بعد كده فلك كانت موجودة في بيتها وبتجي لها الدكتورة دي فاكرينها اللي كانت مع الما وكانت بتديها دايما الحقن علشان خاطر تموتها بناء على خطة فلك الدكتورة دي بتروح لفلك وهي منهارة وبتقول لها حيتم سحب شهادتي بتاعت الطب من تحت راسك قررت لها لي انا عملت ايه قررت لها عملت ازاي انتي ناسي اني الما شاكياني علشان خاطر كنت تبديها الحقن والادوية اللي انت كنت تطلبيها قديها لها دايما قررت لها طيب وانا عمل لك ايه قررت لها يعني ايه تعملوا لي ايه على فكرة انا مش هقلوا واحدي انا حوقعكم كلكم معايا يعني حقول دلوقتي حالا وهروح لكريم واقول له على اللي حصل بالتفصيل ايه رأيك بقى وحقول ان انت كمان اللي خلتيني ارتكب الجريمة دي لاني مش ممكن اخسر شغلي طبعا قررت لها طب ما انا خسرت بيتي قررت لها بيت ايه بيقولك شغلي وحياتي تقول لي بيت قررت لها ما بيت ده برضو كان حياتي قررت لها انا بتكلم دلوقتي في موضوع شغلي وش هاتي اللي حتروح مني حتتكلمي ولا اوديكي في ده يا معايا قررت لها طيب خلاص ادخلي نتكلم بالراحة طبعا فلك خافت بتحاول تعمل اي اتصالات لانها طبعا مفروض ان هي فلك معاوض اللي هي ممكن تمشي اي حاجة لكن بدون جدوى مفيش اي فايدة يعني المفروض ان قلمة تروح بنفسها قالت لا طبعا مش هروح لقلمة ولا اني افضل اتحايل عليها واتذلل لها قالت لها والله انت شفتي انا حاولت لكن مفيش فايدة الحل الوحيد انك تروح لقلمة بنفسك وتحاول تقنعيها قالت لا طيب ماشي انا هروح لقلمة فعلا وهحاول اقنعها لكن صدقيني لو ما اقتنعش قولي عن نفسك يا رحمن يا رحيم يعني انا ممكن اقول ان الجريمة دي تم تدبرها من تحت راسك واقول كمان ان كنت باخد فلوس منك فادعي ان قلمة توافق وبتروح بعد كده الدكتورة دي علشان تقابل قلمة في بيتها الجديد وطبعا بتبارك لها عليه وبتقول ان البيت جميل جدا بترد قلمة بتقول لها الله يبارك فيكي قولي جاي هنا ليه رضت الدكتورة دي وقالت لقلمة انت عارفة ان حيتم سحب شهادتي بتاعت الطب قارت لها نتيجة طبيعية يعني قارت لها انا مقدرش اعيش ابدا غير ما اكون دكتورة انت عارفة قد ايه ان انا تعبت عشان نوصل للمجهود ده وان انا ابقى دكتورة انت عارفة ان ما عنديش حد اصلا ولا عيلة ولا حبيب ولا حاجة قارت لها انا عاملك ايه حد قالك غلطي قارت لها يعني انا غلط تمام لكن برضو يعني انا مش هينفع ابدا ان انا اتخلى عن شهادتي دي ولازم تكوني معايا طبعا في نفس الوقت ده كانت بتفكر الدكتورة ان هي تقتل ألمة بتشوف نفسها كده بتتدحى بتخنقها اي حاجة كان متغزى منها يعني طبعا ألمة رفضت طبعا ان هي تتدخل في الموضوع ده ساعة ما قارت لها لازم تتدخلي وتروحي وتقدمي ان انت يعني كل الكلام اللي قلتي ده كان كده وان انا ما عملتش فيك اي حاجة وتسحبش اكويتك قدامي المحكمة قارت لها وعايزاني اروح واكدب قدامي المحكمة قارت لها لازم تعملي كده وبتتخيل ان هي بتقتلها ألمة قالت طبعا مش هينفع اعمل حاجة زي كده ابدا على فكرة قارت لها مش هعمل كده تاني صدقيني يعني هي مرة وخلاص قارت لها وانا طبعا يعني مش هصدقك لان السفحين وقتلين القتلة بيقولوا كده دايما ان احنا مش هنعملوا يعني مش هتعملي كده قارت لها صراحة لا مش هعمل كده طبعا انا دكتورة وحلفة قسم يعني ازاي ابرائك بعد كل اللي حصل ده قارت لها لا انت لازم تبرائيني وحتبرائيني يا ألمة غصبة عنك كمان انا حطلع لك من كل حتة وحضمر حياتك فضلت تهدت ومش حسيبك في حالك ابدا وفهامي كده كويس هددتها ومشت وقالما راحت واتكلمت مع صديقة هاريم في الموضوع ده وساعت هاريم قانت لها لازم طبعا تروحي وتسحبي شاكويتك خافي عن نفسك يا بنتي لكن ألمة قارت لا امش هينفع انا حلفة قسم يعني اروح كده بمنطقة البساطة واتخلع عن القسم بتاعي وخليها تشتغل تاني ممكن تعمل كده في اي حد ممكن تقتل اي حد يعني ممكن نلاقي مثلا من بكرة في جريدة ان دكتورة عملتك انا السبب يعني لا طبعا ضمري ما يسمحليش رفضت قالنا ان هي تعمل حاجة زي كده لكن من لاقي بعد كده الدكتورة دي بتخرج وبتتكلم مع فلك وبتقول لها ان ألمة الغبية مرضتش تسمع الكلام وانتي المفروض ان انتي قدامك موالة عشرين يوم تخلصين الموضوع ده يعني ان انتي تقنعي ألمة او بتشوفي حل معاها وإلا مش هيحصل كويس يا فلك وهديدتها طبعا الدكتورة دي فكان من فلك ان هي تتفق مع ألمة على مكان علشان يروحوا الاتنين ويتتفقوا مع بعض فيه وبالفعل ألمة بتختار المكان وفلك بتقول لها المكان يعني غريب شوية عاملة ايه دلوقتي في الدريم هيلز قارت لها كويسة جدا بدأت تأخذ عالجو قارت لها ايوة ما انا وغدبالي موضوع الحفلة اللي انتي عاملاها قارت لها طبعا الدريم هيلز مش بيخلم من الحفلات تعلمت منك بعد كده فلك قارت لها انا عايزة تكلم معاكي في موضوع الدكتورة دي بتشكل خطر كبير جدا علي انا وانتي لازم نشوف حل قارت لها ما انتي اللي جبتيها قارت لها انتي عاملة حفلة صح اعزميها وهناك نخلص عليها ونخلص خالص استغربت جدا ألم قارت لها ايوة زي ما انتي سمع كده بالزبط فكاري ورد علي هو ده الحل الوحيد من شوية بس كانت جويل منهارة جدا وعند ألمة قارت لها نفس الحاجة انتي عاملة حفلة وعزمي فلك وخلينا نخلص منها بقى ونرتاح فلك بعد مقابلة ألمة بتكلم الدكتورة وبتقول ان ألمة مش مقتنعة أبدا ان هي تسحب شكوتها قارت لها ايه الحل دلوقتي هيسحبوا مني الشهادة بتاعتي ردت فلك وقالت بصي هي عاملة حفلة تعالي وهناك نحل الموضوع وممكن ان نحاول ان احنا نحله يعني هناك قارت لها فكرة برضو على اقل ممكن ان انا مثلا اطلقها مريضة نفسيا ويبقى فعلا شكوتها دي غلط طبعا الكل ماتفق في الحفلة دي ان هو هيعمل بلاوي وحنشوف ايه اللي هيحصل نايلة موجودة في بيتها بتتكلم مع بنتها ليه اللي بتقولها شوفيلي موضوع بابا ده موضوع ان هو كان موجود في نفس المكان يعني ولما حصل موضوع تسامن بالغاز واكيد طبعا دي مس صدفة وكانت قال انا نايلة قالت ممكن برضو اتكلم معاي مع ان حاسة ان الموضوع ده حيبقى يعني تقيل شوية بس احاول بيجي بعد كده لو ايه عشان يوصل الاولاد وبيلايهم مش موجودين لانه تأخر عليهم شوية عشان الدنيا كانت زحمة بيقعد بيأكل مع نايلة بيتكلم مع بعض بيغزلها قد هي جميلة وقد هي كل ما تكبر كل ما تحلو اكتر بتوقف بعد كده الشغل وهناك ما كانتش فاكرة اي حاجة من الشغل غير كلام لو ايه كانت بتفكر فيه يعني دايما وقياة كان عينه عليها وشايف قد ايه ان هي اصلا مش مركزة معاه بعد كده بيقول لها فيك حاجة قالت له انت اللي غريب شوية قال لها لا اعادي بقى المفروض ان هو خلاص قال لها ان هو هيبقى بعد كده قصديت مش اكتر بعد ما عارف ان هي لسه بتحب لو ايه ملايه بعد كده ان لو ايه كان شغال في المحل بتاعه وبتتصل به نيلة وبتقول له ياريت نتقابل قال لها طبعا اكيد وبيبقى فرحان جدا ومبسوط ولما بيشوف اتنين داخلين علشان خاطر يشتروا من عنده بيبع لهم بسار كويس علشان بس حيسس ان هم قد ايه بيحبوا بعض زي ما هو بيحب بالضبط نيلة وبيروح على المعاد وبيقابل نيلة وتعالوا نشوف هتقوله ايه نيلة بتتكلم معلو ايه في الموضوع اللي حصل في التسامم الغاز اللي حصله قالت له هل انت فعلا يعني كنت رايح تعمل شاي او كنت رايح عشان خاطر تاخد البدلة بتاعتك انا مش بيصدق الموضوع ده كنت عايز تعمل ايه في نفسك يعني يعني كلمت ليا قلت لها تغير ايه في الباب في ايه بالضبط قال لها مفيش حاجة انت يليم كبرة الموضوع يعني الموضوع حصل بالصدفة نيلة فكرت شوية وقالت ميرا ميرا لها دخل في الموضوع صح صح هي لها دخل سكت شوية وقال ايوه قالت له يعني كانت عايزة تسمم مين بقى ان شاء الله انا ولا الاولاد طب اصرد مثلا كان الاولاد هما اللي جوة كانت حتموتهم كانت عايزة تقتلهم لا انا مش حاسك وتلاها دي تجنيني ترسمي وانا لازم اقتلها دلوقتي حالا قال لها عادي بس وهدي انا حلت الموضوع خلاص وتكلمت معاها والله وقلت لها ما تجيش ناحيتكو خالص لكن قالت له ازاي ازاي كانت عايزة تسمم اولادي وتقتلهم لكنها كانت مصرة تعمل اي حاجة علشان تبعدها عن اولادها وحنشوف ممكن تعمل اي وملاقي بعد كده ميرا في الجيم بتتدرب على الملخمة اشوفكو في حلقات كتير من مسأسل استلاته وما تسفينيش لايك اشترك في القناة افعل الجرس علشان يوصلكو كل جديد حبوكونا كتير باي باي